إذن بثلاثية نظيفة تاريخية لم تتكرر هكذا نتيجة منذ أكثر من أربعين عاماً أمام المنتخب الإيراني انتهت مباراة منتخبنا أمام نظيره الجارة إيران وبالتالي ثلاثية نظيفة لم نحزن على الخسارة بحد ذاتها فالخسارة واردة في كرة القدم لكن أن تخسر دون أن تقدم مستوى وأن تخسر هكذا خسارة تقيلة وأنت قادم من مباراة أيضاً من العيارة التقيلة أمام كوريا الجنوبية وخرجت متعادل فهناك أكثر من علامة استفهام على هذا الموضوع اليوم كان وضع الفريق مغاير تماماً لما ظهر عليه في كوريا الجنوبية لا نعلم ماذا أصاب اللاعبين لا نعلم أين كان التركيز والذهنية والاستعداد فقدنا التركيز منذ أول دقيقة وبالتالي في أول دقيقة هدف من علي رضا غير كل معطيات اللقاء وغير كل شيء في هذا اللقاء حتى اللاعبين لم يستطيعوا أن يعودوا أو يستعيدوا نوع من توازنهم طوال فترات اللقاء وتسيد المنتقب الإيراني الذي كان هو الأفضل بكل شيء وعدنا من جديد إلى الأخطاء البدائية في التمركز وفي التعامل مع بعض الكرات وبالتالي كل الأهداف اللي صارت هي عبارة عن أخطاء فردية أخطاء بالتمركز وعدنا من جديد وكأنه مباراة كوريا منذ أشهر وليس منذ أيام قليلة فقط لا نعلم ما الذي يصيب هذا المنتقب وهؤلاء اللاعبون في مثل هكذا مباريات أن تفقد تركيزك في أول دقيقة المفرض أنت محضر وتدخل جاهز لللقاء ومحضر نفسيا لكن منذ أول دقيقة أنا مثل مركز خطأ ولم أتعامل بصورة صحيحة وتارك الخصم يتحرك بما يشاء أو مثل ما يريد فهذه كارثة نعم هي خسارة واحدة من أصل عشر مباريات الآن انتهت مباراتين بقتلنا ثمانية التعديل ممكن جدا في قادم المباريات لكن يبقى التعديل شون راح يكون احنا شون راح نستعد للمباريات المقبلة شون راح نتمالك شون راح نتوازن شون راح نتمالك نفسنا ونعيد تنظيم روحنا من جديد اللاعبين بعض اللاعبين لحد الآن لم يستعدوا مستواهم في إسبانيا وفي تركيا ومباراة كوريا وإلى اليوم هم لم يعني لم يستعدوا توازنهم أخطاء كارثية اليوم كانت في وسط الملعب بعض اللاعبين نزلوا أشباح داخل أرضية الملعب أمور بدائية مناولة أو باصخ صحيح لا يعني لا يكتمل أحيانا وهذه كارثة بصراحة لذلك اليوم راح يكون نقاشنا هو محورنا هو عنواننا الوحيد اللي هي ثلاثية إيران التاريخية مثل ما نقول ترجمة نانسي قنقر